اذا احبائي شتان ما بين الرغبة والارادة فالرغبة هو الحلم البدائي الذي يتمنىه كل انسان كل انسان بيتمنى كنيسة تكون نشيطة ناهضة تشوف معجزات وآيات في اسم الرب يسوع المسيح تشوف قوات تشوف واحد بتطول على يسوع المسيح تتكلم كلمة تلاقي بيتبكت وبيرجع للرب يسوع المسيح بس هذا الحلم اللي انت بتتمنى الرغبة بس اذا ما تفتقد الارادة لان الله هو العامل فيكم وان تريدوا ان تعملوا من اجل المصرة الله الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون فكفانا عايشين على المسح البيتي على الاكل البيت وعلى الماضي وامجاد الماضي تعرفوا شو الرسول بولوس كان عنده كفاءات كتيرة كان من اعظم العباقرة والعمالقة في ايامه كان متثقف في ترصوس احسن جامعة في العالم واتدرب على رجلي عنده رجلي جمال ايل واحد من اعظم معلمين الشريعة بولوس كان عنده نسب وحسب كان عنده افتخار خلفية عيلي علم كل الامكانيات دارس الفلسفات القديمة بيتكلم مش اقل من اربع لغات تعرفوا شو قال الرسول بولوس اذ انا انسى ما هو وراء امتد الى ما هو قدام اسعى نحو الغرض من اجل جعلة دعوة الله العليا في المسيح يسوع لكنني لست احتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى اتمم بفرح سعي والخدمة التي اخدتها من الرب يسوع لاشهد ببشارة نعمة الله وفعلا في اخر حياته قال الرسول بولوس قد جهت الجهاد الحسن اكملت السعي يعني المهمة الموكلة اليه والرؤية الي كانت على قلبه والهدف الي عايش من اجله والغرض الي لازم وصله قال اكملت السعي فكفانا نظر الى الوراء الى امجاد الماضي اشتركوا في القناة